بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحصنا أيها الإخوة الكارم ما زالت قراءتنا في كتاب العتق وما فيه من مواضيع تتعلق بالكتابة وقلنا إن العتق هو تحرير الراقبات من الرق إلى الحرية وعرفنا الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وأن الرقيق لا يرث ولا يورث والرق مانع من موانع العرث فإذا أونع ما عليه بالحرية أصبح كغيره يرث ويورث ويتصرف بماله أحيانا يكون ينتقل من الرق إلى الحرية إذا قال سيده أنت حرا أو إذا كاتبه وموضوعنا الآن في آخر أبواب الكتابة ومعناها أن يشتري العبد نفسه من السيد بمبلغ يقدمه على أقصاط شهرية فإذا سدد الأقصاط عاتوقا وأصبح كغيره من الأحرار وإلا فإنه رقيق ما بقي عليه درهم هذه المسائل موجودة في كتب الفقه ومنها كتابنا هذا الكافي لابن قدامة لكن لو أمعنا النظر هل يوجد لدينا هذا الآن نقول لا لا يوجد لدينا رق بل الدولة توفقها الله أعتقت جميع الأرقاء من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه وإلا فإن الناس جميعا أحرار كان في السابق هذا رقيق وهذا حر وهذا مبعض مبعض يعني نصف حر ونصف رقيق ربع حر وثلاثة الأربع رقيق وهكذا إلا أن الدولة توفقها الله أعتقت جميع الأرقاء مدام غير موجود لماذا نقرأه؟ لأن عندنا في كتب التفسير وعندنا في كتب الحديث وعندنا في كتب الفقه لو تسبب إنسان في قتل آخر خطعا نقول عليك الكفارة ما هي الكفارة؟ نقول أولا عدق رقبه لو واقع في نهار رمضان وهو صائب عليه الكفارة ما هي هذه الكفارة؟ نقول أولا عدق رقبه لو حنث في يمينه فعليه الكفارة ومنها عدق رقبه ولو آل بينه وبين أهله أو ظاهر أهله ظاهر زوجته فعفي وأراد أن يعود فعليه الكفارة وهي من يعني في أشياء منها عدق الرقبه فلذلك نقرأ هذه المسائل لنعرف الأحكام المتعلقة بعدق الرقبه وقلنا بأن العدق من أفضل الأعمال وعجلها وقد مدح الله ذلك في القرآن الكريم فقال عز وجل فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه فك رقبه يعني اعتاقها اعتاقها ومر بنا بأن الولى الولى سبب من أسباب العرف لأنه إذا مات الرقيق وهو على رقه إذا مات وهو على رقه لم يغتق فجميع ما تركه لسيده يورثك غيره كأنه متاع أو كأنه مال للسيد يورثك غيره لكن إذا السيد أعتق ثم اتخذ هذا المعتق اتخذ مالا ومات وليس له ورثة من نسبه فإن المال الذي تركه يرثه سيده بالولى بالولى وعرفنا الولى بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم وعما النساء فلا يرثن بالولى إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ووقفنا عند هذا وقفات طويلة ونقول أيها الأحباب بأن الإنسان إذا أعتق يعني كحكم شرعي ولا غير موجودة الآن بأن الإنسان إذا أعتق وأصبح هذا المعتق لديه مال وليس له وارث قريب من نسبه فإن ما تركه يكون لسيده ولو اشترط للمعتق ولو اشترط غيره من باعه لو اشترط أن الولى على فهذه بريرة جاءت إلى عائشة رضي الله عنهما وقالت إنني كاتبت أهلي على مبلغ تسع أواق فأعينيني فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها فأرادت عائشة أن تشتري فقالوا بشرط أن يكون الولاء لنا فقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق يعني إن اشترط أسياد والسابقين الذين باعوها أن الولاء لهم فهو شرط باطل فهو شرط باطل وقرأنا شيئا من الشروط ونقرأها الآن ومرة أخرى وثانية وثالثة هذه المسائل لا توجد لدينا الآن وإنما ليكون طالب العلم على دراية وعلى معرفة وعلى إلمام بها لأنها تعتبر من المسائل الهامة نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب اختلاف السيد ومكاتبه باب الاختلاف يحصل خلاف السيد يقول المبلغ كذا والعبد يقول المبلغ كذا من نقول حتى لو وجد العطق الآن ووجدت الكتابة لازم يكون مثلا فيها ورقة مكتوبة والورقة تزيل العشكال لكن يقول الوقت ذاك ما في كتابة السيد قال أنا كاتبتك على أن تنقودني كذا والعبد قال أنا كاتبتك على أن أنقودك كذا مبلغ أقل فمن القول قوله يبين لنا المؤلف ابن قدامى رحمه الله ويبين أقوال أهل العلم وقلنا هذا الكتاب الذي هو بأيدينا الكافي إنما هو لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا في طلب العلم والاستقصاء والمذاكرة والإلمام بالمسائل لأنه رحمه الله قلنا ألف أربعة كتب ألف العمدة للمبتدئين وألف المقناع لمن قطع شوطا وألف هذا وهو الكافي لمن سار سيرا طويلا ثم ألف المغني وهو خاتمة الكتب فيما يتعلق بالأحكام نعم إذا اختلف في أصل العقد فالقول قول السيد مع يمينه لأن الأصل عدمه يقول إذا اختلفوا حصل بينهم خلاف بعض الفقرات فالقول قول السيد لماذا؟ لأن الأصل العدم الأصل عدم الكتابة الرق ثابت والكتابة أصل التنازع فيها فالأصل عدمها ونقول للسيد احلف احلف لأنه هو الذي يعني يدعي أنه كاتب على كذا بينما العبد ينكر ويذكر نجوما يسمى القص يسمى نجب ويذكر نجوما أقل مما يقول السيد فنقول القول قول السيد ولا نكتفي بأخذ كلامه على طول وإنما نقول مع اليمين وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرضى نعم لأن الأصل عدمه وإن اختلف في قدر مال الكتابة اختلف في المال قدره واحد يقول عشر تلاف والعبد يقول لا خمسة أو العجل العبد يقول لمدة أربع سنين والسيد يقول لا لمدة سنتي فاختلف في المبلغ اختلف في العجل فمن نقبل قوله نعم في قدر مال الكتابة أو الأجل ففي ثلاث روايات لأن قلنا هذا الكتاب إنما هو لمن قطع شوطن ثلاث روايات لأن الذي يقرأه هو من طلبة العلم الذين قطعوا شوطن وإذا كان من هذا النوع لديه علمام ومعرفة ودراية بالأدلة ولديه ملكة يقدر يرجح هذا عن ذاك ويميل إلى هذا عن ذاك وهو وإذا حكم القاضي فحكمه يرفع الخلاف نعم ففيه ثلاث روايات إحداهن القول القول قول السيد السيد وهو الذي كاتب يعني الذي كاتب عبده نعم لأنهم اختلفا في الكتابة نعم فأشبه ما لو اختلفا في عقدها هل عقدناها أو لم عقدناها العصل العدم القول قول السيد نعم والثانية القول قول المكاتب يعني العبد لأنه هو اللي بيدفع نعم القول قول المكاتب لأن الأصل عدم الزيادة عدم الزيادة يعني خمسة العاف وسيدق سبعة الأصل إنه خمسة ثابتة أو سبعة والسيدق العشرة السبعة هي اللي ثابتة فهو قوله مع يمينه لأنه يدفع شيئا متفق عليه نعم لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها نعم والثالثة يتحالفان يحلف هذا ويحلف هذا نعم نقول هذا احلف على كذا على اللي تقول وهذا نقول احلف مع العلم نقول مرة وثانية وعاشرة إن الكتابة لا وجود لها لدينا الآن لكن كيف نتصرف نقول احلفه جميعا يحلف هذا على كلامه ويحلف هذا على كلامه نعم لأنهم اختلفا في قدر العوض فيتحالفان كما لو اختلفا في ثمن المبيع فإذا تحالفا قبل العتق فسخن العقد نقول العقد مفسه هذا حلف وهذا حلف نقول لا ما اصبح شيء نفسه العقد اللي بينهم نعم إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه إلا واحد قال له أنا موافق العبد قال أنا موافق على قول السيد والسيد قال أنا موافق على ما يقول العبد إذا واحد منهم قنع ووافق على كلام صاحبه نعم إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه وإن كان التخالف بعد العثق رجع السيد على العبد بقيمته ورجع وإن كان الاختلاف بعد العثق يعني نقول نعاتق وانتهى وعجرينا الأحكام ما يمكن الرجع مرة ثانية للعثق وإنما نقول ما في كتابة وإنما القيمة كان نسأل صنف كم يسوى يسوى خمسة لاف نقول ما لنا علاقة بالكتابة ادفع خمسة ما لنا علاقة بالكتابة ادفع عشرها إذا كان بعد أن أعلن العثق وثبتا نعم ورجع العبد بما أداه على سيده والعبد يقول أنا أعطيك قسطين ثلاثة عطنيها والسيد يقول قيمة هذا يسوى كام يسوى عشر تلاف ريال نقول ادفع عشر تلاف ريال ما عندنا كتابة وإنما شراء قيمة تدفع القيمة العبد يقول أنا دفعه أقصاط أربعة خمسة ستة نقول للسيد ادفع الأقصاط اللي اللي أنت استلام ترجعها نعم فصل وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومه يعني قال خمسة يعني خمسة أقصاط يكفيني منك ثلاثة سبعة أقصاط يكفيني منك خمسة أو قال مثلا المبلغ خمسين مثلا هذا قال خمسين ألف والثاني قال لا خمسين ريال ما يصير فرق بين خمسين ألف هذا يقول ألف وهذا يقول ريال أو خمسين جنيه وهذا يقول لا خمسين دولار هذا يقول خمسين دولار وهذا يقول خمسين ربية يعني اختلفوا في شيء يتعلق بالمبلغ نعم أو أبرأه منه أو قال ترى أبرأتك من هذا نعم واختلف في أي نجوم هو فالقول قول السيد لأنه مختلف في فعله وإن وضع عنه دراهم والكتابة على دنانير لم يصح نعم دراهم والكتابة على دنانير وإنما يضع عنه ما تمت عليه الكتابة دراهم أو دنانير أو جنيهات أو ريالات أو أي شيء نعم لأنه وضع عنه غير ما عليه فإن قال العبد إنما أردت دنانير بقيمة الدراهم فأنكره السيد فالقول قول السيد لأنه منكر نعم لأن الظاهر معه وهو أعلم بما عنا وإن أدى كتابته فقال السيد أنت حر ثم بان مستحقا لم بان مستحقا قال له أنت حر ثم بان أنه مهبله لوحد ثاني مستحق ليس لهذا السيد الذي ادعى أنه يملكه ليس صحيحا فما العمل نعم ثم بان مستحقا لم يعتق لأن صاحبه الأصلي ما هو السيد اللي باعه السيد اللي باعه مدعي دعوة بدون أساس فبكاتب ثم أسدد الأقصار وظن العبد المسكين أن المسأل انتاد وإذا بيأتي واحد ثاني قال لا يخدم ما له علاقة هذا معتدي هذا ينتحي له الصفة أو إلا ما له علاقة نعم لأن الظاهر أنه قصد الخبر بناء على ظنه وقد بان خلافه قد بان خلافه وأنه لا يعملك هذا الشيء فإن قال العبد أردت عدقي فأنكره السيد فالقول قوله لأنه أعلم بقصده وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيد فالقول قوله السيد لأن الأصل عدم الوفاء وإن قال السيد استوفيت فادعى المكاتب أنه وفاه الجميع وقال السيد إنما وفيتني البعض وإلا الكل ما وصل نعم فالقول قول السيد لأن الاستفاء لا يقتضي الجميع لا وإن الاستفاء لا يقتضي الجميع وإنما يقتضي الأقصاد استوفى القصة الأول الثاني الثالث وما كملها نعم فصل فإن كان للمكاتبة ولد فقالت ولدته في الكتابة فقال السيد يعني هي مرأة مكاتبة ولا ولد الولد يتبعها ولا ما يتبعها كاتبت سيدها وسددت بعض الأقصاد ولها ولد فهل يتبع لقولنا إذا كان الولد من السيد فهذه تعتبر أم ولد والولد حر لم يقل أحد برق لكن كان قد زوجها على أحد أرقائه فهي رقيقة وزوجها رقيق وواقعها زوجها الرقيق فأتت بولد والولد يتبع أمه حرية ورقاء فهل يتبع أمه في الكتابة أو لا هذا موضوع الفصل نعم فقال السيد بل قبلها فالقول قول السيد لأن اختلاف في وقت الكتابة والأصل عدمها قبل الولادة وإن زوج السيد مكاتبة أمته فولدت منه واشترى زوجته فقال السيد وإن زوج السيد مكاتبه أمته أمته مكاتبه أمته نعم مكاتبه أمته فولدت منه واشترى زوجته فقال السيد ولدته قبل الشراء وقال المكاتب بل بعده المكاتب اشترى الزوجة ويعني السيد زوج مكاتبته لقنه أو زوج مكاتبته لآمته ثم بعد ذلك ولدت فولدت فهل يكون الولد باقي على أساس أنه مكاتب وإن تبع المكاتب وإن لتبع أمه نعم احتمل أن تكونك التي قبلها واحتمل أن يكون القول قول العبد لأن هذا اختلاف في الملك والظاهر مع العبد لأنه في يده بخلاف التي قبلها لأنه ما لم يختلف في الملك إنما اختلف في وقت العقد نعم فصل فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد هم اثنين أحدهم عدى والثاني ما عدى نعم أو أبرأة فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي أنه المؤدي نعم أو المبرأ يعني السيد إما أنه أبرأ أحدهما وإما أنه واحد عدى فتنازعوا من هو المؤدي من هو المبرأ ومن هو المؤدي نعم فالقول قول السيد في التعيين نعم لأنه لو أنكرهما كان القول قوله فإذا أنكر أحدهما قبل قوله وعليه اليمين له فإن نكلا 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 يعني امتنع لا يحلف حكم عليه نعم قضي عليه وعتقى جميعا فإن قال لا يعلم أيكم المؤدي فعليه اليمين أنه لا يعلم نعم يحلف على عدم العلم نعم أنه لا يعلم فيقرع بينهما فمن يقرع هل هذا ولا هذا أثنين ما ندري أيهم نعم فمن قرع صاحبه حليف وعتق وبقي الآخر على الكتابة وكذلك إن مات السيد قبل التعيين قرع بينهما لأنهما تساويا تساويا في احتمال الحرية فأشبهما لو أعتق أحدهما وأنشيه فصل إذا كاتب عبيدا كتابة واحدة كتابة واحدة اثنين ثلاثة أربعة عشر كتابة واحدة نعم فأدوا عتقوا عتقوا مدام إذا عدوا ما عليهم خمسة يعني مثلا أريد كاتبكم بخمسين ألف ادفعوا خمسين ألف نقول خلاص عتقدم جميعا نعم فقال من كثرت قيمته أدينا على قدر قيمنا يعني بعدين واحد منهم يعني مثلا بخمسين ألف لكن واحد يسمى منهم اثنى عشر والثاني يسوى ثماني واحد قيمته عالية واحد قيمته مرتفعة نعم وقال الآخر بل أدينا على السواء فبقيت لنا على الأكثر بقية فمن جعل العوض بينهم على عدد رؤوسهم يعني سواء سواء قال القول قول من ادعى التسوية نعم ومن جعل على كل واحد قدر حصته قيمته إلا أنهم يتفاوتون نعم واحد يسوى ثماني واحد يسوى ثلاثة عشر نعم فعنده فيه وجهان أحدهما القول قول من يدعى التسوية إنهم سوا نعم لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه والثاني والثاني القول قول الآخر لأنه ظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه ما هو مسؤول عن الآخرين نعم فصل وإذا كاتب رجلان عبدا بينهما هم اثنين وعندهم عبد يشتركون فيه هم اثنين ثلاثة أربعة واحد لنصف والثاني وحد لربع والثاني وربع والثالث إلى آخره هم كلهم جميع بعضهم أعطي حقه نقول عتق البعض الآخر ما أعطي يبقى رقيقا بالنسبة التي بقي فيها نعم فادعى أنه أدى إليهما فصدقه أحدهما وأنكر الآخر عتق نصيب المقر يقول ما يخالف أنا صحيح كاتبتك على كذا وصلا حقي نقول عتق نصيب ثاني يقول لا أنا ما جان شي ولا ريال نقول بقي حقك على ما هو عليه وحلف الآخر وبقيت حصته على الكتابة وله مطالبة المقر بنصف ما قبر لحصول حقه في يده ومطالبة المكاتب بالباقي وله مطالبة المكاتب بالجميع لأنه لم يدفع إليه حقه ولا إلى وكيله فإذا قبر عتق المكاتب إذا قبر يعني كلهم استلموا نقول كامل العتق ومن أيهما أخذ لم يرجع به المقبوب منه على الآخر لأنه يقر ببراءة صاحبه ويدعي أن المنكر ظلمه فلا يرجع بما ظلمه به على غيره فإن عجز المكاتب عجزه ورق نصفه ولم يسرع عتق الآخر لأنه رق نصفه يعني إذا ما سدد يكون نصفه حر والنصف الثاني الرقيق لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضا ولا يعترف المنكر بعتق نصفه ولم يسرع عتق الآخر لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضا ولا يعترف المنكر بعتق شيء منه وإن شهد المصدق له فقال الخرقي تقبل شهادته له في العذق لأنه لا نفع له فيه ولا تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه وقياس المذهب أنه لا تقبل شهادته في العذق لأنه من شهد بشهادة يجر إلى نفسه يجر له نفع لا يقبل فيها أي شهادة يشهد بها الإنسان ويتجر له نفع فإنها لا تقبل نعم بطلت شهادته في الكل وإن ادعى المكاتب دفع جميع المال إلى أحدهما ليأخذ نصيبه منه ويدفع باقيه إلى شريكه وقال المدعى عليه بل دفعت إلى كل واحد منها فهي كالتي قبلها إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه وإن قال المدعى عليه قفضت المال ودفعت إلى شريك حصته فأنكر شريكه فعليه اليمين فعليه اليمين ها هنا لأنه يدعي تسليم إليه فإذا حلف فله مطالبة من شاء بجميع حقه منهما بجميع حقه فإن أخذ من المكاتب رجع على المقر لأنه قبض منه سواء صدقه المكاتب في الدفع إلى شريكه أو كذبه لتفريطه في ترك الإشهاد فإن حصل للمنكر ما له من أحدهما عتق وإن عجز المكاتب فللمنكر استرقاق نصفه والرجوع على المقر بنصف ما قبض لأنه استحق نصف كسبه ويقوم على المقر لأن رقه كان بسبب منه وهو التفريط فصل وإذا خلف رجل ابنين وعبدا ابنين وعبدا ابنين وعبدا فادع العبد أن سيده كاتبه فأنكراه قالوا ما ندري يبون ما عندنا خمر نقول احلفوا على عدم العلم فالقول قولهما مع إيمانهما لأن الأصل عدم الكتابة ويحلفان على نفي العلم لأنها يمين على فعل الغير وينصدقه أحدهما علمنا بأن النصف اعترف صاحبه فيبقى المعترف نصيبه حرا وذاك باق على ما هو عليه وينصدقه أحدهما أو نكل عن اليمين وحلف الآخر ثبتت الكتابة لنصفه ومتى أدى إلى المقر عتق نصيبه ولم يسر إلى نصيب شريكه لأنه لم يباشر العتق ولم يتسبب إليه إنما هو مقر بما فعل أبوه وولاء نصفه الذي عتق للمقر لأنه لا يدعيه غيره وإن شهد المقر على المنكر فشهدته مقبولة إن كان عدلا لأنه لا يجري إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا بقي عندنا حكم أمهات الأولاد وهو موضوعنا في يوم غد إن شاء الله ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة يقول السائل الكريم من كان عليه كفارة وهو في هذه البلاد ويعرف بلادا ما زال الرقل فيها موجود وعلى أسس صحيحة فهل له أن يشتري عبدا ويعطقه هناك نقول نعم إذا تأكد أن العبد المشترى إنما هو رقيق وليس منحول أو مدعا عليه فقط ومن الأولى أيضا أن يشتري له ما يكون سمبا في حصوله على الرزق الحلال كأن يشتري له بغلا أو يشتري له يعني عربة يشتغل عليها ويهيئ له سكنا ليعينه على أعماله يقول السائل الكريم هل يحرم الشرب حال كون الإنسان قائما نقول لا النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم ووقف عند العباس وهو يعطي الحجاج مع زمزم فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس يا فضل يا فضل نادي ولده فضل احضر من عمك معا لرسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وهذا قال هذا الحجاج يغمسون أيديهم وعوانيهم فقال عليه الصلاة والسلام أشرب مما يشرب منه الحجاج يقول هل يكفي عطق غلام لم يبلغ الحلم لمن عليه راقب أنا أقول نعم يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى يكفي وتبرأ ذمته إن شاء الله يقول طلق رجل امرأته مرتين ثم أراد أن يراجعها فكيف يكون نقول إذا كانت في العدة فإنه يراجعها ما دامت في العدة والرجعة تكون بالقول وبالفعل بالقول يقول راجعتك أو يشهد على ذلك وبالفعل أن يفعل ما أحل الله له من امرأته بشرط أن تكون في العدة إذا كانت طلقة واحدة أو طلقها مرتين لكن إذا طلق الثلاث انتهى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم